عشرات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع لم يمنع رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو عن المواصلة في الخطة لإضعاف جهاز القضاء مؤكدا أن نتيجة الانتخابات هي المظاهر الحاشد الأكبر والتي أقرت أنه يجب إجراء إصلاحات جوهرية وحذر مما وصفه بالدعوات لحرب أهلية من قبل المعارضة قبل شهرين كانت هناك مظاهر حاشد في إسرائيل نزل الملايين إلى الشوارع للتصويت في الانتخابات إحدى القضايا الرئيسية التي صوتوا من أجلها هي إصلاح النظام القضائي لذلك يجب أن يكون هناك نقاش موضوعي ومعمق وجاد في لجنة التشريع في الكنيسة وعدم الانشغال بشعارات تحريضية لحرب الأشقاء وتدمير الدولة وفي مسعى لتفادي انقسام أكبر في الشرع الإسرائيلي أعلن رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ أنه يركز حاليا على منع حدوث أزمة دستورية تاريخية معتبرا أن البلاد تمر في خضم نزاع عميق يمزق الأمة وحذر من أن هذه الأزمة تقلقه وتقلق جمهورا كبيرا في إسرائيل ويهود العالم نحن في خضم نزاع عميق يمزق الأمة هذه المواجهة تقلقني كثيرا وتقلق جمهورا كبيرا في إسرائيل أسس الديمقراطية الإسرائيلية بما في ذلك النظام القضائي مقدسة ويجب علينا حمايتها أنا أحترم النقد الموجهة إلي لكني أركز حاليا على مهمة حاسمة وهي منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف المزيد من الانقسام في الأمة وكانت مظاهرات حاشدا طلقت في المدن الكبرى في إسرائيل من أجل مطالبة الحكومة بالعدول عن خطتها لإضعاف جهاز القضاء بما في ذلك تغيير لجنة تعيين القضاء ليكون الاتلاف صاحب القرار فيها وإخضاع المستشارين القضائيين للوزراء بدلا من المستشار القضاء للحكومة وسن فقرة التغلب التي تتيح التغلب على قرارات المحكمة ويبدو أن هذه الأزمة لن تهدأ في الأيام المقبلة حيث من المرتقب أن تعلن محكمة العدل العليا قرارها بشأن الالتماس الذي قدم ضد تعيين زعيم حزب شاس أريدرعي وزيرا للداخلية التماس قدم بعد إدانته بتهم جنائية وبعد وعوده التي قطعها للمحكمة بعدم العودة إلى الحياة السياسية من القدس حياة قاسم الحرى